عشان كده دايماً باستمرار تراجع قيمك واللي يملكك الوحيد هو ربنا سبحانه وتعالى واللي يملكك الوحيد هو سنة سيدنا رسول الله وقيم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ودي ظهرك دايماً اللي تسند عليها اسمع الآية تاني ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء ومن رزقناه مننا رزقاً حسناً فهو ينفق منه سراً وجهراً هل يستوون؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلاً رجلين أحدهما أبكموا لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه عالى أينما يوجهه لا يأتي بخير لا يتحمل المسئولية هل يستوي؟ هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم دي كانت كنوز هذه الآية والمعاني اللي وراها أخذ بالك من المخدرات والعلاقات المستهلكة والطموح المالي الساحق للقيم ربنا يأخذ بأيدينا